وهذه نعم أنعم الله بها على الجنس البشري كما قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وليسوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وتأحد الله لآدم في الجنة بأربعة أمور هي أصول المنافع وضرورات الإنسان في حياته فقال إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فهذه أربعة أمور لا يستغني عنها الإنسان أبدا ضمنها الله الجنس البشري ممثلا في آدم وحواء عليهما السلام فقال إن لك لا تجوع فيها هذا الطعام ولا تعرى هذا اللباس وإنك لا تضمأ فيها هذا الشراب ولا تضحى لا تبرز للشمس وهذا السكن ويشمل ذلك أيضا متمماتها ومكملاتها كالمراكب فهي محسوبة من السكن وكذلك العطور ونحوها مما يزيد الإنسان راحة وسعادة وكذلك الأدوية التي يحتاج إليها الإنسان فيها مرحقة بالطعام والشراب